Hello my dear student, we study today present simple present simple المضارع البسيط تكملة شرح lesson 5 We study today present simple tense المضارع البسيط يستخدم هذا الزمن للتحدث عن أحداث وعادات مكررة أي تحدث بصورة يومية مثلا you watching TV every day شاهدين التلفزيون كل يوم you eating breakfast every day you have a lunch every day كذلك يعني تتاكلين يوم بشكل يومي أنت مثلا يوميا شاهدين تلفزيون بهذه الحالة رح نستخدم صيغة المضارع البسيط نتحدث عن أشياء مكررة وأحداث وعادات تحدث بصورة يومية كذلك أن نستخدم عن التحدث عن scientific fact الحقائق العلمية scientific fact الحقائق العلمية مثل يغلي الماء 100 درجة سليزية أو يموت النبات إذا لم يسقى بالماء وهكذا وتأتي معه أحدى ظروف التكرار التالية ممكن تجمعه أحدى ظروف التكرار التالية usually always often never often never sometimes عرفت معناها ظروف التكرار للسن السابق يأتي المضارع البسيط بثلاث حالات يكون المضارع البسيط بثلاث حالات الحالة الأولى l-affirmative الإثبات تكون القاعدة subject أما subject فاعل بداية الجملة يجيب إياه is are am is مع المفرد are مع الجمع am تستخدم مع ال-i ظرف التكرار شوفوا ظرف التكرار يجيب بعد ال-am is are plus compliment زائد التكملة أو يجيب هاي الصيغة الثانية subject الفاعل أول شيء ظرف التكرار بعدين الفعل وكم لباقي الجملة إن ظرف التكرار يكون أما بعد ال-verb to be ال-is وال-are وال-am أما يجي ظرف التكرار بين الفاعل والفعل وسط between the subject and the verb between the subject and the verb ظرف التكرار من القرز usually always often never and sometimes example خلنا أخذ امثلة my father has a rest my father has a rest يأخذ استراحة after lunch بعد الغداء put always put ضعي always استخدمي always حدولين my father my father اللي هو subject always هو sorry هنا always ضرف تكرار has هاز هو الفعل حز هو الفعل has a rest after lunch الثانية we go to school every Saturday we go to school every Saturday use usually استخدمي usually أما أقول لك put أما أقول لك use استخدمي usually usually طبعا بالعادة راح تجي بالوسط between the subject and the verb we usually go to school every Saturday أما بحالة النفي حالة النفي النفي كون القاعدة subject فاعل plus don't or doesn't نستخدم don't or doesn't مع المضارع البسيط النفي بالمضارع البسيط نستخدم don't مع أفعال الجمع مع ضمائر الجمع و doesn't مع ضمائر المفرد يعني she he it تاخد doesn't they they we will you will I don't plus فعل مجرد verb مجرد plus compliment أو ممكن subject الفاعل يجي بعد is are am not isn't aren't am not plus compliment زاد زاد التكملة هنا توضيح مخطط توضيحي doesn't تأخذ مع تكون مع ضمائر she he it don't مع they will we will you and I مثال example احمد writes the story جملة مضارع بسيط مثبتة سويها negative نفي شون حتقولين احمد نزلي احمد ضميرة he اذا كتبين doesn't بالنفي كتبين doesn't writes ترجع مجرد فعل شفعل مجرد بعد doesn't كافية تعويض عن المضارع البسيط ما كود داعي تحطين s للفعل s الشخص الثالث write هنا فعل مجرد the story حالة الثانية they are they are clever المثال الثاني they are clever بها are is be are they تأخذ are they are clever negative شو نصر they aren't clever they aren't clever صارت واضحة نجي على question الاستفهام الاستفهام هيكون بتقديم do and does at the beginning of the sentence هتحطينهم بداية الجملة plus subject plus compliment and question mark يأما is the beginning of the sentence plus subject وبعدين الفاعل وكيف تكملت باقي الجملة وآخر هتحطين question mark مهم ما تنسين question mark بالاستفهام example i read the letter now i read the letter now question حوليها الى question صير do you read the letter now و question mark لحظي الفعل read مجرد الفعل يجي ايضا مجرد do you read the letter now ثانية she is beautiful question is she beautiful is she beautiful and question mark that is all about our lesson today see you later